إذا رابنا في الواقع هو إعادة للتحرك النضالي الذي خذناه يوم 10 أكتوب إعادة لماذا؟ لأن الوزارة بقيت في نفس الخانة يعني خانة عدم تطبيق الاتفاقات المنضات التسويف والمماطلة في التفاوض وفي الأخير عدم الموضي في اتجاه إصلاح المنظومة الجامعية بتجميد لجنة إصلاح المنظومة الجامعية التي لم تجتمع اللجنة الوطنية منذ أكثر من 5 أشهر تقريبا وبالمقابل يتهمون الطرف النقابي بمقاطعة هذا التفاوض من قاطع التفاوض؟ أعتقد أن الإجابة واضحة وسريحة والسيد وزير التعليم العالي وبحث العلمي لأنه لم يوجه دعوة إلى كافة الممثلين في هذه اللجنة الوطنية سواء كانوا ممثلين لهيك البداغوجية أو ممثلين لهيك النقابية أو حتى ممثلين للوزارة لكل هذه الأسباب نحن نخوض مجددا إضراب لنفس المطالب وسنواصل في هذا الاتجاه لأنه لا يؤقل اليوم أن وزارة تمضي على اتفاقات ولا تقوم بتطبيقة الإضراب سيكون وطنيا على مستوى التعليم الوطني ككل سيشمل المؤسسات الجامعية والمؤسسات البحثية وسيكون إضراب مشفوة بوقف احتجاجية ومساهمة في كافة التجمعات التي ستحصل أمام دور الاتحاد العام التونسي للشغل وأمام ساحة محمد علي بتونس